انقذوا المستنقع الكبير محمية ايفرغلاديس الوطنية تقع محمية ايفرغلاديس الوطنية في الطرف الجنوبي من شبه جزيرة فلوريدا في الولايات المتحدة وتغطي المستنقعات الشاسعة مرتين تقريبا مساحة البهامس وتقع ايفرغلاديس في منطقة المناخ الاستوائي وشبه الاستوائي وتحوي قدرا متنوعا بشكل مدهش من الحيوانات والطيور والنباتات وتتغذى الطيور من تنوع وفير من الاسماك كما توجد هنا التماسيح البرية وللأسف فان هذا النظام الايكولوجي معرض لتهديد خطير بسبب نمو المدينة والتنمية الزراعية المتسعة وكان هذا المستنقع الكبير يغطي مساحة اكبر بكثير ولكن تم حفر القنوات في خمسينيات القرن الماضي لسحب المياه منها وتحول حوال نصف المستنقع الى الزراع والمساكن واستمر السكان المحليون في التزايد واستخدموا الكثير من المياه اللازمة للمستنقع كما تطلبت المساحات الواسعة من الارض الزراعية المزيدة من امدادات المياه ولذا استخدمت المياه الجوفية كما تقلصت ارض المستنقع وانخفضت كثيرا اعداد الحيوانات والنباتات البرية وفي وقت ما كان هناك مئتا الف من طيور ابو منجل الابيض ولكن اعدادها هبطت الى عشر ذلك وانخفضت اشجار الخشب الامريكية من ثمانية الاف الى حوال ربع هذا الرقم كما كان يوجد اكثر من الف نمر فلوريدي فلم يعد هناك الا حوال مئة فقط حاليا غدت مياه المستنقع ملوثة واكتشف وجود الزئبق في جثة نمر فلوريدا وقد ثبت ان تلوث المياه قد اصاب بالعدوى الاسماك وقد ادرجت حريقة افرغلادس في قائمة التراث العالمي المعرض للخطر في عام 1993 بدأ في العام 2000 مشروع ترميم طبيعي ضخم ويرمي المشروع الى اعادة ارض المزارع الى المستنقع وقد استصلحت بعض قنوات المياه لاستعادة التدفق الطبيعي منذ ان ادرجت حريقة افرغلادس الوطنية في قائمة التراث العالمي المعرض للخطر بذلت جهود كبيرة لاعادة هذا النظام الايكولوجي المحلي الى مجده الغابر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة